بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في سلسلة installation details معاكم اشرف رمضان ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو power outlet installation details تفاصيل تركيب مخارج power او تفاصيل تركيب الافياش خلينا نبدأ نشوف المخططات ونشوف بنركب الافياش ازاي طبعا لو احنا بصينا على احد اساليب تركيب الافياش طبعا انا هنا عندي تحت النوع اللي انا هشتغل عليه ceiling mounted outlet انا بحتاج ان انا اركب سوكت فوق السيلينج بين الكونكريت سلاب بين السقف الخرصاني او الصبة الخرصانية بتاعتي تمام السلاب وبين الفنشد فلور بركب بعض السوكت ممكن استفيد منها في الصيانات او في تشغيل بعض الاجهزة الموجودة فوق زي ما شوفنا في الفيديو السابق الخاص بي الهوم رن باخد الكابل من الهوم رن بتاعي تمام اللي جاي من على الكابل تري وبوصله بي متو كونديوت لو احنا فاكرين دي المواسير متو كونديوت وده عشان اثبت المواسير على الخرصانة بعد كده بدخل بمتو كونديوت عشان احول او عشان اوصل بين المتاليك فليكسيبل كونديوت عشان اوصل بين المواسير المارينة بتاعتي دي وبين وبين البوكس او الجنكشن بوكس تمام قلنا فيه تمام ادابتور وز بوشنج وهنا فيه عندي بين الجنكشن بوكس والمصورة الامي تي في اي امي تي ادابتور طبعا بنزل بعد كده بالفليكسيبل بروح رايح على السيلينج ماونتد اوتلت ودي عبارة عن سوكت فيشة سينجل فيز تمام بيبقى داخل الكابل داخل هذه المصورة وبعد كده داخل على الجنكشن بوكس وبعد كده نازل داخل الفليكسيبل وبيتوصل يغزي السيلينج ماونتد تمام اوتلت اللي هي الافياش اللي ركبة فوق السيلينج الافياش اللي ركبة فوق السيلينج طبعا هنا انا لا اهتم بموضوع ان الفيشة دي ركبة على ارتفاع كام او نازل ارتفاع كام من في بعض المشاريع وفي حاجات تانية لازم ابقى اعارف المكان بالزبط الخاص بالفيشة اللي انا بركبها طيب لو انا مسلا بركب فيش في في الحمامات زي ما احنا شوفنا كده باجي من من المصورة اللي متسبتها وبدخل على المصورة عامل هنا اهو وبعد كده باخد على بوكس تجميع او بواد تجميع بنسميه بواد تجميع او بوكس تجميع او بيسموا بوكس عشان ابدأ انزل تمام في مصورة اي امي تي او مصورة امبيدد داخل الخرصانة يبقى لو كانت مصورة خارجية يبقى انا هخليها مصورة اي امي تي حاجة مهمة جدا لو مصورة خارجية تبقى مواسير اي امي تي اما لو مواسير داخل الجدار بتبقى مواسير بي في سي كونديوت طبعا هنا انا عندي مصورة واحدة خمسة وعشرين ملي متر في امبيدد امبيدد الكونكريت او الوال تمام امبيدد بي في سي كونديوت يبقى خلي بالك احنا كنا فوق هنا ماشيين مواسير اي ام تي وروحنا على ده كله موجود فوق السقف الصائد ده كله مداري محدش شايفه بعد كده روحنا نازلين في مصورة المصورة دي ماشية في الجدار امبيدد امبيدد مخفية خلاص والمصورة دي مواسير بي في سي تمام وبدخل على السوكت او الفيشة او الخاصة بالحمام خلي بالك ارتفاعها في الحمام بيبقى ارتفاع متر وعشرين من الفينشد فلور ليبل ارتفاع السوكت في الحمامات من الفينشد فلور ليبل بيبقى ارتفاع الفيش متر وعشرين متر وعشرين طبعا ده الكونكريت وول طبعا زي ما قلنا البي في سي امبيدد داخل الكونكريت وول. بقى كده. في عندي في عندي مهم جدا. مهم جدا للفلور بوكس او الفلور ماونتت اوتليت. يا شباب الفلور بوكس عشان في ناس كتير جدا بتبقى متل اخبطة في موضوع او في عندها في موضوع الفلور بوكس بيبقى مواجود فيها او اتنين خاصة بالبور يعني فيها واحد او اتنين اوتلت تمام واحد او اتنين سوقية اوتلت طبعا هنا الاوتلت دي بيبقى耳 امبير او ستاشر امبير او او عشرين امبير حسب بقى من بتاعي فالفلور بوكس هنا فلور بوكس عندي في عندي توين توين تمام تلاتاشر امبير سوكت اوتلت في عندي هنا خمسة وعشرين ملي متر في ميل ادابتور في الادابتور زي ما احنا شايفين ادي السوكت تكوين السوكت طبعا في عندي هنا سوكت سوكت دابل في عندي اتنين سوكت كل واحدة بمفتاح يبقى الفلور بوكس دي فيها سوكتين للباور فشتين تقدر تركب عليهم باور تمام كل واحدة بمفتاح كل واحدة بمفتاح يبقى توين توين تلاتاشر امبير سوكت اوتلت هنا في عندي لما اجي اخرج من الفلور بوكس تمام واروح للمواسير في عندي خمسة وعشرين ملي متر في في ميل ادابتور ده الادابتور بعد كده في عندي المصورة الباور ان كومنج تمام ويه الاوت جوين كيبل ده الداخل ويه الخارج بتاع السوكت اتنين النمبر في عندي اتنين خمسة وعشرين ملي متر في بي في سي دي مواسير بي في سي تمام داخل فيها الكابلات الخاصة بالباور يبقى ده الجزء الخاص بكابلات الباور زي ما احنا شايفين كده كل واحدة داخل لها تلات اسلاك تلات اسلاك الاسلاك دي يا شباب اللاين والنيوترال واللي فوق دي اللي هي مين الارس ده في الفلور بوكس في عندي بعد كده مصورة خمسة وعشرين ملي متر بي في سي تمام بيدخل فيها كابلات الانشيلد التويستد بير اليو تي بي ده كابلات هنا في عندي كابلات ده خاص بالتليفون والدياتا زي ما احنا شايفين كده في عندي الفلور بوكس في اتنين سوكت باور وفي عندي مخرج داتا اوتلت ارجي فورتي فايف ارجي خمسة واربعين يا شباب ارجي خمسة واربعين وفي هنا عندي التليفون اوتلت تمام ممكن يكون التليفون ده تليفون عادي ارجي حداشر او يكون ارجي خمسة واربعين ده لو اي بي تليفون يبقى احنا كده شفنا الديتيل الخاصة بالفلور بوكس الفلور بوكس طبعا ده الفلور بوكس موجودة هنا على الارضية بتاعة المشروع طبعا هنا بيقول لي ازاي والله انا بوصل السوكت ارتفاعها بيبقى من اربعين لخمسين سنتيمتر هنا الرسمة اللي قدامي دي ارتفاع السوكت كان خمسة واربعين خمسة واربعين سنتي من الفلور وهو مماشي اهو المواسير وداخل على سوكت التانية او اتنين سوكت عندي والماونتد والماونتد باور اوتلت دي دابل وفي عندي سنجل واحدة سنجل طبعا زي ما شفنا السنجل دي واخدها من فوق من خلال مواسير بي في سي طبعا هنا بيوضح لي شكل شكل اللي انت شايفو ده ده الوش النهائي او الباور اوتلت بيوضح لي شكل المواسير في عندي خمسة وعشرين ملي متر فاي بي في سي كونديوت دي المصورة البي في سي وفي هنا عندي اليوتيليتي بوكس اللي هو بوكس المنفعيات او البوكس بتاع التجميع اللي احنا بناخده ده تمام ويطلع الباك بوكس بنسميه في بعض الاوقات اللي هو الخلفية بتاعة الباور اوتلت او السوكت وهنا في عندي طبعا خمسة وعشرين ملي متر كونديوت تمام اللي هي الدخل والخارج بتاع السوكت ده من النهاردة الحمد لله قدرنا نتعرف على حاجات مهمة جدا هبدأ اراجعها على السريع قبل ما ننهي الفيديو السيلينج ماونتد اوتلت الافياش اللي بتركب فوق بنوصل بمواسير المواسير المواسير المتثبتة في الخرصانة بنروح على بعد كده بندخل على البوكس بوكس التاعي بيدخل بعد كده على الفيليكسيبل كونديوت وبعد كده بنروح للفيش الخاصة بالسيلينج ماونتد اوتلت وزي ما قلنا ما بيهمناش الارتفاع لان ده كله فوق لو عندي فيه عندي حمام خلاص بدخل من الهومران بدخل على المواسير اللي متثبتة بدخل على ده كله فوق لو انا همشي تحت بامشي ده بتبقى مصورة موجودة داخل الجدار داخل الحيط تمام بعد كده بوصلها بالباور اوتلت او بالفيش بتاعي زي ما قلنا تلاحظة باش مهندس ارتفاعي في غالبا بيكون متر وعشرين ارتفاع السوكت من الفينشد فلور ليفل طبعا هنا لو انا عندي تليف تليفيزين اوتلت اللي هي مخارج التلفزيون برضو باخد من الهومران باخد المصورة الامت اللي متثبتة بسي كلام المصورة دي خمسة وعشرين ميلي متر فاي وفي عندي البوكس او اللي بنسميه اليوتيلتي بوكس داخل بعد كده تحت السلابة بمصورة امبيدد بي في سي رايح للتليفيزين باور اوتلت الفيشة دي بتغزي بتغزي التلفزيون خلي بالك معلومة مهمة جدا فياش التلفزيون او تمام بتبقى متثبتة على ارتفاع متر وتمانين متر وتمانين بقى الباسروم متر وعشرين الحمامات متر وتمانين فياش التلفزيون وهنا شرحت بالتفصيل في ناس كتيرة جدا بتبقى عندها في الفلور بوكس الفلور بوكس ده بتاعنا في اتنين اتنين تلات اشر امبير سوكت اوتلت كل واحدة خلي بالك بمفتاح بيدخل لها هنا خمسة وعشرين ميلي متر في فيها تلات اسلاك تمام واحدة ال ال وال ان و ال اي لاين و اي نيوترال و ال ايرس وبعد كده في عندي كابلين داخلين واحد خاص في التليفون واحد خاص بالداتا يبقى في تليفون وداتا واتنين باور في الاوتلت دي بعد كده شفنا الستاندرد بتاعي هنا انا مثبت المواسير او مثبت الافياش بتاعتي على ارتفاع خمسة واربعين سنطي من الفينشد فلور من الفينشد فلور والديتيلز طبعا بتبقى مهمة جدا لمهندسين التنفيذ فلازم باش مهندس طراعي طراعي اساسيات والقواعد المستخدمة فيها عمليات التسبيت والتحويل مثلا من المواسير الاميتي للمواسير البي في سي لازم طبعا باستخدم اليوتوليتي بوكس او الجنكشن بوكس لازم باش مهندس تاخد بالك من الارتفاعات ارتفاعات السوكت او الافياش النورمال بيبقى اربعين لخمسين سنطي هنا خمسة واربعين سنطي في الحمامات متر وعشرين في الباور الخاصة به التلفزيونات متر وتمانين اه سنطي اتمنى ان انا اكون اه اضفت لكم معلومة النهاردة في الباور اوتلت انستوليشن ديتيلز ودي التفاصيل الخاصة بتركيب الافياش في اماكنها المختلفة سواء كانت فوق او الفيش دي بتركب داخل الحمامات او بتركب عشان تغزي كهربا للتلفزيونات او عبارة عن فلور بوكس او في شعدي بتتركب على خمسة واربعين سنطي من الفينش دي فلور اتمنى ان انا اكون اه فدكم بالمعلومات دي وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بالانستوليشن ديتيلز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته